ازدحام واختناقات مرورية وأصوات منبهات لسيارات تتسابق على استعمال الطريق حتى أن معظمها لا تبالي بقوانين المرور وإشاراته هذا المشهد وأشباهه صار يخالط أجزاء من العاصمة في الفترة الأخيرة المشاكل التي يمكننا أن نعانفها هي نقص في البركيت جوات للأماكن العامة وسعت بال حتى ما فيش نخلي لزميني نخلي لصاحبي لولد شارعي لا لا حتى المباني العشوائية نقطع والله نشوف التدريس الخاطئ تقصير نوعا ما لرجال المرور ولو أننا نشكرهم في الضرف هذا واللي يعانوا منه لم يعد الإزدحام المروري مجرد مشكلة عامة بل أصبحت علامة من العلامات اليومية التي يعانيها المواطن ويرجع البعض أسبابها إلى عدم القدرة في الشوارع على استعاب السيارات التي تدخل الخدمة يوميا السبب متاعها هي السلبية المواطن يعني مفروض يحترموا نفسهم ويقدر كل حد التاني يخلي الطريق للتاني والكبير يقدر الصغير يعني نسبة عدد السيارات زادت بحكم المهجرين وبحكم الناس كلها في ضغط على ترابلس يعني صار عدد كتافة عدد السكان والسيارات والزحمة اللي صايرة يعني ضعف التخطيط لموعيد العمل الرسمي أحد أسباب الأزمة فوقت نهاية العمل هو نفسه في المدارس والمصالح الحكومية حتى القطاع الخاص نهيك عن المخالفات المرورية ولا تزال الحلول الجدرية لا تلوح في أفق المشكلة ترجمة نانسي قنقر